دي مش عشاني و عشانك عشان مين؟ الناس تستفيد هل يمكن علاج ضعف عضرة القلب المكروبي بالأدوية؟ الإجابة نعم ضعف عضرة القلب يعني إيه؟ معايا الحجة نادية كان عندها ضعف عضرة القلب وتحسنت و خفت فقلت نعمل الحلقة دي معاها عشان تستفيد والناس تستفيد فاكرة ما كنت تعبانة في الأول؟ أقلت جايلك معياتة ومكتش قادر أخد نفسي أصلا بجد والله الله العزيز فاكرة ما أرضتش أصوارك في اليوم ده كنت بتنهاجي جايبت صح؟ جايبت مكتش بقدر أؤمن الحمام حتى ليه بقى؟ كانوا بيدخلوني و يطلقوني ليه؟ من النهاجان و عضرة القلب كانت تعباني تمام و كانت رجلك وارمة كمان نظر رجلي و كل جسمي وكان في أي شك وأسناء النوم؟ مكتش بقدر أخد نفسي ولا بقدر أنام على جناب كل أعدب وأنا نايمة كده على السرير صح يا هتر؟ كانت تدخني وأنا نايمة؟ وأبدل أعدى على السرير لحد النهار ما يطلع والله لها زي الحمد لله بصي بقى صلى على النبي ضعف عضرة القلب بيخلي واحد ينهج ليه؟ لأن بدل ما القلب بيدخ كده مثلا بيدخ كده بقى ضعيف شوية فما بقاش قادر يدخ كل الدم فبيضخ جزء والباقي يرجع ورا القلب ورا القلب فيني يعني في الرئتين فالرئتين تتملي دم بالبلدي كده أو تتملي مية ما الدم ده نص مية فما بقاش فيه في الرئتين مكان للهوا فالعين يتخنق ولو المية زالت تتملي بطنه ولو المية زالت تتملي رجله ولو جي ينام المية تكتب على نفس يوم يقضي يبقى نايم طول ليه قاعد ما ينامش لو نام يتخنق وسعدة كثرة بالغلط يددوله منوم هو مش بينام عشان أرق ولا بيفكر في حبيبته ولا خطبته ده مش بينام عشان لو نام هيتخنق مية زيادة وعلاجها مش إنه تديره برشان مية يقضي نزد مية علاجها إنه نعالج السبب طيب هو إيه اللي يضعف عضلة القلب في الطب أشهر ثلاث أسباب يضعفوا القلب أول سبب إنه يكون فيه جلطة في القلب حتى ما القلب ماتت وإندي بحصل لكيش جلطة في القلب وتاني سبب إنه يكون فيه سمان باص في القلب نتيجة بقى حمى رومتزمية فضعها في القلب وتالت سبب اللي كان عند الحاجة نادية اسمه ضعف في عضلة القلب الميكروبي يعني جالها ميكروب وبعدها بدأت تنهج وبعدها عرفت إنه عضلة ضعيفة بدأت تورم بقى أنا حوالي هنخش على شهر ونص شهر ونص حسنتي بتحسن بعد قدية من العلاج بـ 15 يوم بجد إيه بقى الفرق دلوقتي الفرق الحمد لله زي الأول خالص الحمد لله مش حاسة بجسمي إنه هو فيه أي خطة توبعن الحمد لله ربنا يخليه وتمشي على الأول ما تنهجيش زي الأول كنتش بقدر أطلع عربية ولا أقدر كان يشيله رجلي وأنا بطلع العربية والله هل عزيزي انكتر مهم نفخ مية دلوقتي الحمد لله بقيت أطلع لواحدي وبامسي ومش عايزة حدي بيسنيني الحمد لله بتخش الحمام وتطلعي من غير حدي يدخيك وتطلعك قلت الأول بامسك كده هو في الحيت وفي الباب على ما قوه وما أقدرش أنادى عليهم يقوموني ويقعدوا على ولادك دلوقتي تقومي لوحدك الحمد لله وما تنهجيش ولا حاجة تابون نوم بالليل فرق بقيت أنام على جنبي اللي هو ما كنتش بقدر أنام عليه وعلى ظهرك وما تدخن إيش وانت له لا مبسوطة يعني الحمد لله تدعيني الحمد لله والله المفضل النار يطلع علي والفجر يدن وأنا قعد الحمد لله حيوة الحلقة دي نزحة نزحة عشان الناس تستفيد يمكن علاج ضعف عضلة القلب بالأدوية تحياتنا ليك وتحياتنا لحجنا دي إن شاء الله ما رجع شوفك أحسن وأحسن فرأي